الآن إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا كشف رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية أن الهجوم على مقر أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة ستة عشر آخرين من بينهم جنرالات روس وقال إن من بين الجرح قائد المجموع العقيد جنرال أليكزاندر رومانشوك وإن حالته خطرة للغاية كما يعاني رئيس الأركان من حالة فقدان الوعي بحسب التصريحات الاستخباراتية رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية أشار إلى أنه لا يزال جاريا تحديد عدد الأفراد العسكريين العاديين المصابين الذين ليسوا من موظفي المقر نذهب الآن إلى كييف ومعنا من هناك مراسل عربية حديفة عادل حديفة هل من ردفع الجديد حتى هذه الساعة إزاء الهجوم على سيفاستوبول وهل تتحضر أوكرانيا عسكريا لأيرد محتمل من الجانب الروسي نعم نادين في الحقيقة اكتفت أوكرانيا بتصريح قائد إدارة الاستخبارات العسكرية ببدعنا فالذي قال أن ريمان شوك في حالة حرجة وصيكف فاقد للوعي وبالإضافة إلى سبعة أشخاص آخرين من القادة الذين لقوا حتفهم عفوا تسعة أشخاص لقوا حتفهم في هذه الضربة وستة عشر مصابين بإصابات مختلفة هذا فيما يخص هذه الضربة اسمحي لي أيضا أن أشير سريعا إلى أن أيضا استخبارات العسكرية تحدثت عن وضع قدم للقوات الأوكرانية في الضفة اليسرى في منطقة زابروجا في بيروفوفوي وهي قرية في الضفة اليسرى كانت تسيطر عليها القوات الروسية وبهذا عفوا تكون قد اخترقت خط الدفاع الروسي في تلك المنطقة وهذه الثالث مرة في مناطق مختلفة في قرى مختلفة تستطيع أن تخترق خط الدفاع في الضفة اليسرى هذا بالإضافة إلى أنها تعقد كما قالت وتضرب العمق للاتحاد الروسي في اتجاه خركيف وأنها تتقدم من الناحية الجنوبية أيضا من التصريحات المثيرة للاهتمام من قبل بودانة فاليوم تحدث عن أن القوات وهنا نتحدث عن أكبر تجمع للقوات الروسية في خط الجبهة في جميع المناطق هو في منطقة كوبنسك وقال أن القوات هناك لديها تسليح أو عفوا لديها ذخائر بنسبة 80% فقط والآليات والمدرعات بنسبة 55% وهذا يشير إلى ضعف قوات الاتحاد الروسي في جميع خطوط الجبهات لذلك أوكرانيا ليس عليها أن تقلق من أي اجتياح شامل من جميع الاتجاهات نحو الأراضي الأوكرانية أيضا شيء أخير إذا سمحت لي أن أشير إليه أن الأوكرانيون أيضا أعلنوا عن وصول سفينة حبوب محملة من البحر الأسود من ميناء أوديسا وصلت اليوم إلى تركيا وهذه السفينة تتجه إلى مصر وهذه ثاني سفينة تخرج عبر الممر البديل لأوكرانيا الذي تقوم به على حدة بعيدا عن الاتحاد الروسي وهناك سفينتين وصلتا إلى مواني أوديسا ورستا هناك والآن ينتظرون التحميل ثم العودة إلى وجهاتهم وهنا نشير إلى أن الأوكرانيون قد قاموا بالفعل بممر بديل للحبوب هو غير آمن طبعا وهو في كثير من المخاطرة ولكنهم يستمرون في تصدير الحبوب بهذه الطريقة شكرا جزيلا لك على هذه الموطيات من كيف مراسل عربية حذيف عادل لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات